السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي 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 معكم عبد الرحيم قناة الجالية العربية بإيطاليا موضوع اليوم هو تفاصيل خطاب رئيس الدولة كونتي خطاب للقن بارح 16 ماي اليوم سنطرقه ونناقشه مجموعة من المواضيع ونشرحها للناس ومن بينهم بعض الأشياء اللي فرد فيها أن الأشخاص ميخرجوش من المنازل ديالهم وبعض الأشخاص مغيش منهمش هذا القانون لهذا نطلب منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجارس وبعد الفاصل سنواصل موسيقى بالنسبة لمضمون خطاب الرئيس الدولة كونتي البارح 16 خمسة تكلم فيه على مجموعة الموادية اللي كنا نقشناه في الفيديوات السابقة لكن زي تأكدها يعني رسمي بأن كل الناس لا يوجد لهم أي مشكلة في الخروج باللو تشير جلسوني يعني لا يوجد رخصة الخروج داخل الجهة يعني في كل الجهات كل جهة داخل الجهة ما يوجد الرخصة إلا اللي يريد أن يخرج برا الجهة هناك ما زال الرخصة إلا لسبب من الأسباب يعني يكون عنده خدمة وليه يكون عنده شيء بيزيسة الطبيب وليه يكون عنده شيء حاجة اللي موتي بالحجة دياله أما باقي الحالات ما عندهم مش الحق يخرجوا خارج الجهة بالنسبة باش تخرج برا الجهات يعني هذي ابتداء من نهار ثلاثة بشهر ستة إن شاء الله بإذن الله هذا بشرط عدم ارتفاع الحاصيدة دي الناس المصابين يعني نتكلم على الخروج من الجهة أما بالنسبة للخروج داخل الجهة هذا مفتوح من الغداء بلا مشاكل بلا تأيي حاجة لكن دائما باحترام الشروط الشروط اللي شارحينا احترام المسافة القانونية بالنسبة للخروج برا الجهة يعني ابتداء من نهار ثلاثة بشهر ستة لكن دائما بشروط يعني ما تمشيش الجهات المضرورة وما تمشيش من غير أي سبب يعني يكون عندك سبب منطقي سواء في الشغل أو في التطبيب أو في أي حاجة بالنسبة للناس اللي غادي يفتحوا غداء هما المحلات التجارية يعني ابتداء من غداء ما كنتشي مشكلة الناس تخرج تقدم المحلات النغوصية المحلات الصغيرة محلات تبشي البحر يمشي البحيرات يمشي المراكز التجارية لكن هناك استثناء شكونا هما الناس اللي استثنيهم هذا المرسوم دي الغداء هما الناس اللي معده مش الحق يخرجوا من البيت هما الناس المصابين الناس المصابين أو الناس اللي فيهم عوارد يعني الناس اللي عنده سخانة ولا الناس اللي فيه الكحبة ولا الناس عنده عوارد هاد المرأة هرا ما يخرج ولا كانشي كنترول وللقوا رغا يعطيه مولطا يعني يعطيه ضائرة اخطيئة اما الناس اللي عاديين ما عندهم يحتاجوا مشكلة يخرجوا يعني يتصرفوا عاديين لكن دائما بشرط احترام الشروط اي المسافة القانونية تدير الكمامة يعني هذو مشروط بسيطة كذلك انه تم منع تجامعات في الاماكين العامة يعني ما غديش يتجمعوا مثلا الناس اللي غي يعملوا داري الاذراب مهم تجمعات ممنوعة في الاماكين العامة بالشرط احترام مسافات المتفق عليها يعني احتم الناس اللي تلاقوا برا مثلا جوج تلاشة الاشخاص يبقى دائما احترام مسافة يعني المسافة اللي حدوها هي جوج الأمطار ما بين كل شخص وشخص سواء واخد الصف في المحل التجاري او سواء واخد مع صاحبك يعني هذه دائما مسافات احترم تحترم مع الزمية الكمامة وخصوصا خصوصا كيف مضاف الرئيس داخل المحلات الصغيرة والمغلقة يعني نتكلموا المغلقة الصغيرة مثلا بحل المحلات الحلاق او المحلات التجارية الاحوان الصغار التي بعموض غدائية وحتى في بعض الاماكين العامة الاماكين العامة تنقذ بها بعض الازيقة الصغيرة الزناق الصغار يعني ضيقين اللي غد يقدر يمر فيها غير شخص وشخص تاني حتى بضياتهم حتى هذا فيها الالزامية للكمامة اما في العام يعني في الاماكين اللي بعيدة ممكن ما تستعملش كما معادي وكيف ما ضاف الرئيس يعني ابتداء من هار 3 بشهر ستاق ممكن التنقل داخل أوروبا يعني تسافر بدون قيوض دائما لكن بشرطين يعني انه متكونش من الناس اللي فيك العوارض ديالمرض ولا تكون مصاب بالمرض ها دورا ممنوعين منعا بات من غير هاد جوج الناس الناس الاخراء كلهم عندهم الحق يسافروا يمشيوا يعني ما تحتاج حتى يدير السبب يمشي يسافر يمشي لأي دولة لعنده غرض ويقضيه لعنده اي حاجة يبتداء النهر ثلاثة بشهر ستاق بخصوص أوروبا كلها علاش باش يشجوا السياحة يعني السياحة هنا في إيطاليا لأن السياحة متضررة كتير هذا علاش هم فتحوا هذا باتفاق مع الدول الأوروبية ومع عدم الإلزامية أنك تبقى في الكورنتينة يعني 14 يوم في الحج هذه يعني مسموح بها من غير 14 يوم ولا أي شيء تروح بشين فرانسا تقضي غاراتك في النهار كلها في يومين وترجع عادي ما كنتشي مشكلة لكن ابتداء من نهار ثلاثة بشهر ستاق ابتداء من 18 ميل اللي هو غدا غادي تم الفتح تلك كل محلة تجارية كيفما ضاب الرئيس يعني نتكلموا لمحلة تجارية للبيع حتى بالتقصيد يعني بحل محلات التجارية اللي تبيعوا الملابيس الأحدياء كل المحلات التجارية اللي مازالة تتبيع بالتقصيد كانت قافلة دابع عندهم الحق يفتحوا ابتداء من غدا واحتى محلات الخاصة بالتجميل والحراقة المحلات لتتبيع البيتزا والمقاهي ومحلات بيع المتلاجات يعني كل هاد الناس عندهم الحق يفتحوا ابتداء من غدا لكن دائما باحترام الشروط الشروط اللي حدثها الدولة دائما الشروط هي الكمامة ومسافة للجوج انطار هذه اصبحت واضحة ومحبوظة عند كل الناس الجديد اللي جاب سيد كونتي انه ابتداء من غدا ممكن يفتحوا حتى الكنائس والمساجد وكل ديانات المحلات اللي تمارسوا فيهم ديانات ديانهم يعني كل مراكز الإسلامية أو التقافية أو المراكز لديانات أخرى ابتداء من غدا لكن دائما بشرط توفر الشروط وأن يكون تباعد بين الأشخاص تمثلا الناس اللي سيصليوا سواء سيصليوا في كانيسة دائما نكون مسافة جوج أمطار بناتهم سواء بالنسبة للمساجد كذلك وخصوصا مساجد كبار يعني هذه ما عندهم مشكلة المشكلة تكون في مساجد صغر ويحترموا المسافة القانونية ورح قال الحساب قوله أنه سيكون مراقبة بالنسبة لإحترام هذه القوانين وهذه الشروط كذلك فتحوا بالنسبة لكن غير للفرق للكرة القادة أنهم يبشروا تدريبات ديالهم للفرق الرياضية يبشروا تدريبات ديالهم امتداء من نهار 18 يعني من غدا 18 كذلك يفتحوا حتى المعارض المعارض حتى هي غدا بالنسبة يعني هذا شيء كامل على أساس أنهم يشجعوا السياحة ويشجعوا الناس أنهم يعني يتجولوا لكي يكون مداخل بالنسبة للناس التي تدريبون في الأصال يعني الصالات الرياضية والمسابح والمنتجعات الصيفية بالنسبة للناس التي يمشونها يعني ستبدأ من 25 ماي اي باليسرا اي صالة الرياضية الكاراتي كواندو اي رياضة كينغ بوكسين المسابح هذا كلهم أو منتجعات الصيفية البيسينات يعني هذا كلهم ستفتحوا ابتداء منهار 25 في شهر 5 كما أضاف الرئيس أن المسارح والسينمات ستفتحوا من 15 في شهر 6 وكذلك هو وعد الأطفال قال أنه ابتداء من 15 في شهر 6 سنضمونهم أنشطة سياحية وترفيهية لكن ما زال ما حدوش أشنا هو البرنامج كل هذه المعلومات اللي اتطرق لها رئيس الدولة الإيطالية كونتي تيزم بأنه في الأخير أنه يبقى الحق لكل جهة في تغيير بعض المضامين ديال هاد المرسوم يعني لحسب الجهات كين جهة بعد مرات لي متضررة وخصصا كيف ما قال هو جهة لومبارديا ممكن أنها مغادش تقبل كل هاد الحلول هذي يعني من بعد هاد المرسوم غادي نوافقكم إن شاء الله بإذن الله القرارات ديال الجهات يعني غادي كل جهة غادي تحدد يا إما موافقة مية في المية على هاد المرسوم أو عندها بعض يعني تعرضات البسيطة اللي غادي حدها من أجل سلامة المواطنين وكذلك تكلم الرئيس على الشركات لأنها بالنسبة لهم الشركات كلها متضررة هنا قال بأن كل الشركات اللي عندهم الفتورات يعني فواتير ديالهم ديال السنة الفايتة فيها لحدود 31 شرط 12 2016 تكون أقل من 5 مليون وروا هذه كلها غادي تشملها مساعدات يعني مساعدات كثيرة سواء يعطوهم فوندو بيردوتو يعني مساعدات من غير ما ترجحها بلا ما ترجحها أو يعطوهم قروض بدون فوائد بنسبة لهادي قال مازال خدامين عليها لماذا؟ لأن في الاتفاق مع أوروبا من أجل تسريع الإجراءات للمزال عالقة وهو أكد قال بأن خصوصا هذه الأخيرة أنه خدامين عليها لأساس أن يساعدوا كل الشركات المتضررة وقال لهم سيعملوا كل ما في وسعهم لأساس أنهم يوافقوا على هذا القانون الأوروبي اللي مازال حاصل ومازال ما تفهميش في بعض النقاط البسيطة قال لهم سيحاولوا باش يسرعوا على أساس باش تكون استفادة لجميع وإضافة وآخر شيء اللي قال للرئيس أنه قال أنه هو مصلحته من مصلحة إيطاليا وبغاء إيطاليا أنها ترجع وبغاء إيطاليا ترجع كيف ما كانت في الأول وأكثر لهذا قال أنهم سيعمل كل فيما وسعهم باش أنهم يأخذوا الفلوس من أوروبا من أجل إحياء الاقتصاد الإيطالي وأخيرا أخوتي أخواتي ما تنسوناش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر